قال يسوع طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون هذه الفئة طوبها الرب يسوع المسيح لأنه فعلا تتكلم عن أناس اختبروا حقيقة يسوع المسيح ولاحظ قوله الجياع والعطاش إلى البر البر طبعا هو ما حصلنا عليه من الله نتيجة عمل الرب يسوع المسيح على الصليب بموته الكفاري على الصليب وقيامته من بين الأموات كما يقول الرسول بولوس وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه وقال أيضا في رسالته إلى أهل روميا متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح فإذن هذا البر الله يعلن براءتنا وبيعلن أيضا تبريرنا لأنه إحنا أخطأنا ضد الله ومع كل هذا فيه كفارة اللي غطت وفيه كفارة اللي استطاعت أن ترضي عدالة السماء اللي هو يسوع المسيح فصرنا أبرار وفعلا أعلنت براءتنا أمام المحكمة السموية وهم بيتكلم عن عمق جديد أحبائي بيتكلم عن مبادئ ودستور الملكوت بيتكلم عن سلوك وهذا السلوك سلوك أدبي وسلوك أخلاقي عظيم وبيتكلم عن الدوافع الدوافع النقية الطاهرة أيضا هذا المغزء أحبائي بتشوفه في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا فمثلا يعني منشوف يسوع بقول طوبة يا بخت نيال يا سعادة يا هناء يا بركة يا غنى يا الغبطة للجياع والعطاش مش لأي شيء آخر للبر لأنهم يشبعون